اكد الدكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض جاهزية الهيئة للعمل بأقصى فعالية ممكنة مع المرحلة القادمة المترقب خلالها عودة النشاط السياحي في البحرين والمنطقة تدريجيا موصلة جهود جذب السياح الخليجيين مع التوسيع في جذب السياح الدوليين والترويج لمملكة البحرين كوجهة سياحية رائدة وإبراز المقاومات السياحية للمملكة وتعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وكان الدكتور قائدي قد ثمن الدعم المقدم من الحكومة الموقرة للمنشآت والمرافق السياحية ضمن مساندا للقطاعات الأكثر تضرورا من تدعيات الجائحة مشددا على أن هذا الدعم يساهم في تعزيز فرص الاستثمار الاقتصادي والاستدامة المالية والتعافي السريع للقطاع السياحي الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في رفض الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر